بطل الرواية في الفيديو هو من مشاهير الانترنت في الصين ويعرف باسم الكابتن هان بدأ رحلته الخاصة حول العالم في مركب شراعي لوحده عام 2020 عبر خليج عدن في اليمن أثناء مروره عبر الشرق الأوسط وفي وقت لاحق وبسبب تأثيرات وباء بيروس كوفيد 19 اختار البقاء في دبي الإماراتية وبعد الحصول على تصريح إقامة محلي علم أن الإمارات بدأت خطة تطعيم وطنية مجانية للمقيمين ولذا قرر الحصول على التطعيم في أسرع وقت ممكن قبل أن أذهب كنت أعتقد أنهم سيعطونني خياراً لقاحات أمريكية أو لقاحات صينية لأننا نعلم أن لقاحات الأمريكية متوفرة أيضاً هنا في الإمارات ثم أردت تسجيل هذه العملية بعد وصولي إلى مكان التدعيم وإذا كان لي الخيار فسأقول بتأكيد أنني أختار الصيني لكن لم يكن هناك خيارات على إطلاق لأنني أعتقد أن الجميع يقبل عموماً اللقاحات الصينية لذلك سألت إذا كان هناك خيار بين اللقاحات الأمريكية واللقاحات الصينية لكنهم قالوا لا اللقاحات الصينية فقط منذ ديسمبر الماضي أصبح اللقاح الصيني الذي أنتجته المجموعة الوطنية الصينية للأدوية الدفعة الأولى من اللقاحات التي تم تسجيلها وتسويقها من قبل حكومة الإمارات وهي تقدم حالياً خدمات التطعيم في 152 مركزاً طبياً في جميع أنحائها مما يلعب دوراً مهماً في خطة التطعيم الوطنية الإماراتية هذا وبحسب البيانات الصادرة عن وزارة الصحة الإماراتية فإن معدل فعالية اللقاحات الصينية هو 86% وبصفته الصينية الوحيد في موقع التطعيم في ذلك اليوم استخدم الكابتن هان مقطع فيديو لتسجيل التبادلات والتفاعلات مع أشخاص من جميع أنحاء العالم مما جعله فخوراً حقاً بشعار صنع في الصين في الواقع أتوني الكثير من المفاجآت لم أكن أتوقع أن تكون استجابتهم شديدة لحماس لقد كانوا أكثر حماساً وإلحاحاً مما فعلت لمست بوضوح ثقة الجميع في اللقاحات الصينية اشتركوا في القناة